ومش هيلعب وقرر يشوف المتش من المقصورة مع يارا نعوم ويجي صحفي يصور يارا ويتفاجئ بمتعب قام من مكانه وضربه واخد منه الكاميرا عشان عايز يمسح السور الله دي خطبت يا بنت بتعمل ايه وطلع المصور على اسم تاني مدينة نصر لان الوقع حصلت في استاد القاهرة وعمل محضر اتهم فيه متعب بالسب والقصف والضرب وانتهى بعد كده بالتصالح لحد ما يجي يوم الفرح 5 ديسمبر 2011 تروح صحفية تعمل محضر تتهم فيه اعمد متعب بتأجير بوديجاردات لضربها ومنعها من دخول الفرح عشان ما تخطش صورة وتنتهي الازمة برضو ان الاهل يتدخل ويرادي الصحفية مشاكلك كترة يا عمي متعب يا متعب لحد ما نيجي لقصة غريبة برضو حصلت قبل الفرح بشهرين متعب كان سيئ عربيته في شارع مراد في الجيزة وقدامه خطبته يارا نعوم سيئة عربيتها والفترة دي كله كان بيخاف من حوادث سرقة العربيات والخطف ومتعب قرر يمشي وراء عربية خطبته وخايف عليها ويوصلها ويتطمن عليها لحد ما لاحظ عربيه التاكسي بتزنق عليها كلام ده كان الفجر طبعا مش محتاجين نقول متعب عملي